السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم حبابكم عشرة بلا كشرة في هذه الحلقة سنتكلم عن أعداد الأنشطة اللي هي خارج المنهج بالنسبة لمدرب البرمجة للأطفال أنا محمد محجوب اختصاصي وتدريب الأطفال على البرمجة والريبوتيكس وحكم في المسابقات الدولية في الريبوتيكس وخبرة أكثر من خمس سنوات في مجال تدريب وتدريس الأطفال ومحتمت من المجلس الثقافي البريطاني حنتكلم اليوم عن أول حاجة عشان أنا أعمل نشاط خارج المنهج لازم أحدد الهدف من النشاط هو عبارة عن شنو تحديد الهدف ممكن يكون عبارة عن أن الطلاب يتعلموا مهارة معينة أو الطلاب يعرفوا مثلا تقنية برمجية معينة ودي بتكون حسب تقديرا مدرب يعني فلازم أول حاجة تحدد الهدف من النشاط هو عبارة عن شنو تمام؟ الخطوة الثانية تحديد المهارات أو لازم أنك تتحدد المهارات للنشاط عبارة عن شنو يعني الطالب ده حيتعلم مهارة من مهارات يعني تمام؟ بعدها حنجي للجزء اللي هو الأنشطة والنشاط بيكون إما مشاريع فردية أو مشاريع ممكن تكون في المنزل المشاريع الفردية أنك أنت مثلا عندك طالب معين عايز تديه نشاط معين ممكن نشاطه يكون عبارة عن أنه هو يصمم برمجة لموقع مثلا إذا كان الدورة التدريبية هي دورة في تصميم وبرمجة المواقع فده المشروع الفردي دائما أنا بديه للطلاب اللي بيكون عندهم ذكاء أو بحيث أنه مثلا في طالب متقدم عن باقي الطلاب فبقوم بديه مشاريع فردية بحيث أنه يعني يكون هو مستفيد أكثر يعني من المحتوى المهارة المنزلية والهدف منها من النشاط المنزلي أن الطالب يكون مواصل التعلم ودي أهم حاجة في العملية التدريبية أنه المدرب يخلي الشخص المتدرب أو الطالب يكون مواصل في التعلم لأنه لما تنتهي السشن أو تنتهي الحصة بعدها بينشغل الطالب بأمور كثيرة جدا فلازم أنك أنت تخليه مواصل في التعلم مواصلة التعلم بتكون أنه يكون في مهام منزلية المهام منزلية بتكون طبعا حسب الدرس التدريبي أو المحتوى التدريبي يعني مثلا حسب نوع الدرس يعني فإذا كان مثلا درس عبارة عن تصميم واجهات المستخدم في الويب سايت فالواجب أو الهوموير كالمنزل بيكون أنه أنت تديه واجب في تصميم واجهات المستخدم وهكذا يعني بعدها تاني بتكون حسب تقديرا مدرب المسابقات والتحديات ودي أكتر حاجة بتحفز الطلاب الصغار يعني أنه يكون في مصابقات وتحديات المسابقات ممكن تكون مصابقات شهرية عندك أنت تنظم مصابقة لأفضل لعبة مثلا تم إنشاءه وتخلي في جوائز المسابقة التحديات مثلا التحديات دائما مثلا كانت في الريبوتيكس مثلا قمت عملت تحدي داخل الحصة يعني نهاية الحصة فككت الريبوتيكس كلها وعملت تحدي قلت أفضل واحد حيكون هو صم يعني يقدر أنه يصمم الريبوتيكس في وقت وجيز يعني أديتهم دقيقة واحدة اللي خلص في دقيقة هو الحيكون فائز وكان في جوائز حلوة شديد فكان في جو من التشجيع وجو من التحفيز وفي نفس الوقت في جو من التعلم يعني فالمسابقات والتحديات تحتبر من أفضل حاجات اللي انت ممكن تعملها كأنشطة خارج المنهج وكبان هي بتكون مساعدة في أن الطالب يفهم المنهج البرمجي أو منهج الريبوتيكس المعسكرات البرمجية والمعسكرات البرمجية بنعني بها أنه مثلا المخيمات الآن مثلا ممكن تتعمل مخيم لمادة تعليمية مثلا خلني نقول تصميم الألعاب فالمعسكر بيكون الهدف منه أنه الطالب يطلع وهو فاهم كيف يقدر يبرمج ويصمم اللعبة أو الألعاب الإلكترونية فالمعسكرات البرمجية برضو تحتبر من أنواع الأنشطة اللي هي خارج المنهج بالنسبة لي موضوع الريبوتيكس أول البرمجية أخر حاجة بعد أنت معملت النشاط وحددت الهدف وحددت النشاط إما مصابقة أو تحدي أو معسكر برمجي أو مثلا واجب منزلي أو مثلا عبارة عن نشاط فردي فبعدها بيكون في استبيان استبيان بيكون لبطلاب نفسهم بيتسألهم مثلا هل واجهتكم مشكلة الحاجة اللي ما فهمتوها شنو تديهم سؤال عن النشاط أو الحاجة اللي هم أخذوها كنشاط يعني عشان تقييس مدى استيعابهم ومدى تحقيق الأهداف بالنسبة للنشاط فأول حاجة أنا ذكرتها أنه تحدد هدف النشاط هو عبارة عن شنو فمن خلال الاستبيان بتعرف أنه هل النشاط ده تم تحقيق الهدف حقه ولا لا فدايما أنا بأوصي أنه نهاية كل النشاط يكون في استبيان استبيان يكون للطلاب استبيان بيكون حسب تقدير المدرب لكن الهدف من استبيان أنك انت تقييس هل هم حققوا الهدف حق النشاط ولا لا من خلال أسئلة من خلال أسئلة قصيرة أسئلة يكون فيها خيارات على حسب بعدتان تقدير المدرب أشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة دمتم في رعاة الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته